انطلق ماراثن سقارة الرياضي من أمام هارم سقارة بيجيزة وذلك بمشاركة نحو 500 متنافس من 35 دولة أشهد المشاركون في الماراثن بحسن تنظيمه والمكان التاريخي لانطلاقه من سفح هارم سقارة حدث استثنائي يجمع بين عراقة تاريخ منذ 5000 عام وروح رياضية عصرية شامل جميع الأعمار بمراثن سقارة الرياضي أو سقارة بيرامدز ريس الذي يقام لأول مرة من أمام هارم سقارة بيجيزة نحن عندنا طبعا سباق الخمسة كيلو ده عندنا الجوائز بتبقى معنوية يعني من الرعابت هنا أول تاني ثالث طبعا في الرجال وأول تاني ثالث في السيدات بس الرسالة الأكبر من الجيزة هي أن احنا بنحاول نوري أن مصر بلد جميدة فيها سياحة رياضية وفيها فعلا من أعظم الأماكن اللي محتاجة تتزور وإحنا يعني شرف كبير لنا أن نعرف أن ننظم هنا في هارم سقارة وهارم أهرامات الجيزة وفي كل حاجة جمهورية الصراحة إنه أمر مدهش هذه المناظر الجميلة تجعل الركض أسهل إنه حدث جميل ووجود الأهرامات الرائعة في الخلفية له وقع خاص ويجعلك تشعر بالدفء أثناء الركض وأعتقد أن هناك مزيجا من الرسائل وأولها مدى روعة وجمال مصر لمن يريد أن يزورها والأمر الثاني هو وجود كل هذه الجنسيات في مكان واحد ونحن في السفارة جئنا كفريق وهذا أمر رائع وعلى مسافة خمسة كيلومترات للكبار وألف متر للأطفال شارك في ماراثون سقارة ما يقرب من خمسمائة رجل وسيدة وطفل من خمس وثلاثين دولة مختلفة واستإشادة من المشاركين بالتنظيم وروعة المكان إنها المرة الثانية لي كمشاركة في الماراثونات وأعيش في مصر منذ 12 عاما التنظيم جيد جدا ومن الرائع دائما نتواجد حول الهرم المدرج ولكن أيضا من المهم وجودنا هنا لتسليط الضوء على المعالم الأخرى بجانب أهرامة الجيزة والمعروفة عن طريق تنظيم هذه الماراثونات في أماكن مختلفة لأن مصر بها الكثير ليشاهده العالم السباق أولا تنظيم رائع وبنشكر كل الناس اللي تعاملوا معنا على التنظيم دوان في المنطقة الصلاحية الرائعة عاديا وإن شاء الله اللي جاي أحسن بكتير شاركت من قبل أمام أهرامات الجيزة لكن هذا الماراثون فريد لأنه بمكان جديد وجئت برفقة أصدقائي وأحببت المكان جدا والله حاجة كويسة جدا أن مصر قدرت تجمع بين كل دول العالم وخلت كذا حد يجي عشان يعمل ماراثون هذه الماراثو الثالثة لي مع الشركة المنظمة وأنه لشعورا رائع أن أركض حول الأهرامات فالمكان عظيم وهو أمر رائع جدا سباق هو الأول من نوعه في هذا المكان التاريخي يسلط الضوء على الأماكن السياحية من خلال فعاليات رياضية ذات طابع خاص سباق عبر التاريخ من أمام هرم سقارة يؤكد على مجهودات الدولة لنصر روح التأخير سالة سلام للعالم أجمع كاريم بيبرس التلفزيون المصري